موسيقى بعد توقف دام 18 شهرا استأنف متر العاصمة حركته صباح اليوم وسط إجراءات صحية صارمة بعد تحسن الوضعية الوبائية وبعد الحصول على الضوء الأخضر من السلطات العمومية نحن كنا محضرين يعني مقبل لأن الوسيلة أو الاشتغال على الوسيلة على العتاد على الأجهزة متوقفش اللي كانت وقف هو نقل المسافرين يعني بعد الحصول على الضوء الأخضر عودنا واليوم حنا جدا مسرورين للعودة لنقل المسافرين بعد وضع بروتوكول صحي يعني صارم مضروكي كان حبسة عطلنا بلبسة عطلنا بلبسة عطلنا بلبسة فتولي متر بحشل وقت هكذا بشتحك بيبين تعدبي تولي ملبس طرام مش كيما مضروكي بستخلقها في ألشي البروتوكول الصحي يتضمن إلزامية ارتداء الكمامة على أن يتم تدعيم وتقوية عدد القاطرات ورفع وثيرة التناوب لتقليص فترات الانتظار وتجنب الاكتظار نقصنا على المسافرين على مستوى العربات حتى الـ 50% من طاقة الاستيعاب تاحها حتى مكنوا الناس من التباعد الجسدي في المقابل قمنا بزيادة عدد العربات وتحسين زامن المرور بين العربة والعربة في كل الاتجاه إلى أربع دقائق وثلاثين ثانية هكذا يمكن المسافرين من التاقل برحية ووقت الانتظار مرحش يكون كبير على مستوى الرسيم بغلال سوصفة كيما قول وراء محترمين على الإجراءات البيقائية نتمنى يكبلوا هكذا تسيير مترو الجزائر سيكون بأياد جزائرية تشرف عليه شركة استغلال وصيانة مترو الجزائر هذا في انتظار توسعة خط المترو من محطة الحراش نحو مطار قوار بومتين الدولي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة